في ختام مشاركة مملكة البحرين في أعمال لجنة وضع المرأة الثاني والستين بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك عقدت سعادة الأستاذ هالا لانصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بحضور سعادة وكيل وزارة الخارجية الشيخ رنى بنت عيسى الخليفة اجتماعات عمل مع عدد من المسؤولين في منظمات دولية مالية واقتصادية بهدف التعريف والترويج لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة التقت سعادة الأستاذ هالا لانصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بسعادة السيد محمود محيددين نائب رئيس مجموعة البنك الدولي حيث تم استعراض تجربة البحرين في مجال المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى جانب استعراض أهداف وغايات جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة التي أعلن عن فتح باب المشاركة فيها قبل أيام وأبدى السيد محمود محيددين اهتمام مجموعة البنك الدولي بمبادرة سموها العالمية وضرورة التعريف بها وتشجيع كافة الجهات ذات الصلة لاشتراك في هذه الجائزة النوعية التي تعز مبادرة المؤسسية والفردية المبذولة تجاه تفئيل سياسات تقدم المرأة لتدعم مشاركتها في التنمية الشاملة البداية تقديم الشكر والامتنان على القائمين على هذه المبادرة والجائزة والمقدمة من سمو الشيخ السبيكة واليوم كان عندي فرصة للتعرف على تفاصيل هذه الجائزة والمسألة ليست بالجائزة المالية ولكن هي بمسألة الاهتمام بدور المرأة في المجتمع العمل على تمكنها في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة تقدير المبادرات ذات القيمة المضافة سواء من ناحية التشغيل أو من ناحية الأفكار كما عقدت الأمين العام للمجلس اجتمع عمل مع ساعدة السيدة أريكا كارول مديرة التنسيق في صندوق النقد الدولي المعنية بملف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وساعدت الدكتورة سميرة واجر كبير مستشاري السياسة الصحية بالبنك الدولي حيث اطلعت على تفاصيل الجائزة ما تكيدهن في هذا الإطار على اتساق أهداف الجائزة مع ما تسعى له مؤسستهن للارتقاء بحياة المرأة واستدامة مشاركتها بما يسهم في أحداث التغيير الإيجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقرارا وإنتاجية وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من النشاطات المشتركة لتشجيع مؤسسات القطاع المالي والمصرفية حول العالم للتقدم لهذه الجائزة النوعية هذا وشهد جناح جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إقبالا كبيرا من المهتمين والمعنيين بشؤون المرأة للتعرف على الجائزة والمشاركة فيها والتي تقدر مجموع جوائزها حوالي 400 ألف دولار أمريكي وتستهدف مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمبادرات الفردية